هو إيه حكاية مواد؟ إيه حكاية هذه المؤسسة التي تعتني بآل البيت؟ هي مؤسسة هدفة إن هي ترجع آل البيت لل... يعني هو في قلوب الناس من زمان من بدري بس هي عايزة تخلي المكان متطور بشكل أحلاي يعني هي مهتمية بمساجد آل البيت مساجد آل البيت نعم بتطوير مساجد آل البيت بحيث إن هي تحول مساجد آل البيت إلى منارات مناطق ومش بس المساجد والمناطق اللي حواليها يعني تحاول تعمل حالة من حالات التنمية والعمران في حول المسجد بزبط كده وإيه تاني؟ بزبط كده المؤسسة المواد ده بتحاول إن هي تتطور المكان وتحافظ عليه لده الأهم من التطوير نتحافظ على المكان وإن هي تخلي الناس اللي بره حوالين المكان كلها اللي هم مرتبطين اللي هم عايشين في المكان ده ارتبطا بالمركد نفسه صحيح هم مرتبطين بيه فلازم نغير لهم أحوالهم عشان ما يرجعش تاني الوضع لنفس اللي كان عليه فكرة حالة يعني هو دلوقتي أنت بتحاول بقدر الإمكان أن أنت تزود وعي الناس في المنطقة وتحاول تقوم بشيء من الجودة فيما تعلق بتعليمهم مثلا صحيح؟ تعليم ونظافة وحاجات كلها لتطوير المكان بالشخص والمكان خليني أتكلم معكم بما أني أقول لكم أفضل إحنا لازم بقدر الإمكان نكون فيه إحنا بنتكلم في الوعي إزاي أني أحكي لهم على أن هم ليه الناس بيتجمعوا حوالين البيت ويتجمعوا حوالين المكان ده ولازم نعرفهم وأن فرحتهم دي لها أهمية ولها مكانة وده شيء مهم جداً أليه رأيك؟ لا ده حب قديم يعني المصريين ديفين حب من زمان من زمان من زمان جداً من زمان جداً والحب بقى كمان مش بس بناس معينين لا بكل أهل البيت وعشان كده أهل البيت هم حبونا كمان جلنا آه طبعاً طبعاً ويعني كلام السيدة زينا بعننا وكمان سيدة نفيسة تتكلم كمان كل الكلام اللي فيه محبل ده بمناسبة سيدة نفيسة أنت طبعاً قبل بتزور السيدة نفيسة إيه اللي بتشعر بيه لما بتحس بتحس بإيه لما بتزور ستينة السيدة نفيسة آه والله وكل حد من قلب بيت لي طعم خاص أي سيدة يعني سيدنر حسين تعيس إنك رايح كده لصحبك اللي هو كل يوم مع بعض السيدة نفيسة تعيس إنها زي أختك الكبيرة آه اللي هو تتكلم معاها وإيه اللي حصل وتشكل بعض وابعين تترمي بقى فتقول لها الحيني الحيني آه تنجد بيه زي ما كانت في حياتها كانت في حياتها بتنجد الناس وبتسعى بتسعى إلى فك قرب الناس كأن نفس الحال موجود بعد انتقالها المبارك فبتحس بتتكلم معاها نا طبعا وده اللي يميز المصريين عن أي حد إن هو؟ إن هما بيحيوا يعني ما بيتعاملوش مع المركض أو قال المركض نفسه بأنه هو حد توفى وهو بصص له وهو داخل المكان وهو بيتعامل في المكان هو بيتعامل مع حي وده حقيقة فأي مع الحب يعني أي حد في العالم أي مع الاحترام أي مع الواجب نوع الزيارات لكن احنا عايشين معهم عايشين معهم كنت دايما أقول للمصريين المصريين وكان حضرة إسلامية بعامة كانوا لما يجيوا يتفنوا ويتفنوا في وسط المدينة ما يتفنواش ببرا المدينة طب ليه طيب عشان هما بيعتبروا المنتقل ده ليش إنه عدم وخلاص يتحاولوا ترابوا انتهى لا ده هو عايش معهم فتخيل بقى لما يكون قال البيت لازم يكون يعيشوا معهم بشكل كبير جدا جدا